أفرجت سلوضات الاحتلال الإسرائيلي ليلة الماضية عن الاسر الفلسطيني محمد علان ونقل علان إلى مستشفى في طول كرم لإجراء الفحاصات اللازمة قبل توجهه إلى منزله في قرية عينبوس قرب مدينة نابلوس شمال يضفة الغربية وكان علان قد وضع رهن الاعتقال الإداري منذ نوفمبر تشين الثاني من العام الماضي ليخوض إضرابا لمدة شهرين احتجاجا على أسره بلا أي تهمة أو محاكمة كانت هناك رسالة أود أن أعصالها لهذا العدو الغاشم الجبان أننا شعب عصي على الانكسار أننا شعب نرفض العيش تحت الذلد تحت المهانة لأنني أنا شخصيا أعتبر أن الإضراب الإداري هو نوع من العبودية الجديدة التي يمارسها هذا الكيان المحتل الغاشم بحق أبناء شعبنا أنا لن أقبل ولن أقبل في المستقبل أن أكون عبد في يد ضابط شاباك جبان مهانة